بسم الله الرحمن الرحيم أخي فقامة الرئيس الدكتور محمد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمينية الشقيقة أعضاء المجلس السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي بداية أن أراحبكم في زيارتكم الأسمية الأولى لوطنكم الثاني مصر عقب تواليكم رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني وإذ أتمنى لكم ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني التوفيق في مهمتكم الجديدة فإنني أود أن أشد على أيديكم وأن أعبر عن دعم نصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ملقى على عاتقكم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق وأن أؤكد لفخامتكم دعم مصر لجهودكم في سبيل التوصل إلى حل سياسي عادل ومسلام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة شعبكم الشقيق لقد حرست اليوم خلال مباحثتنا على التأكيد على موقف مصر السابت والمسند إلى العلاقات التاريخية الرسخة والمتشعبة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني بدعم مصر لشعب اليمني الشقيق والشرعية اليمنية كما أكدت على دعمنا دعمنا الكامل لوحدة الدولة اليمنية والاستقلالها وسلابة أراضيها ورؤيتنا لما يمسل أمن والاستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر والعالم العربي بأسره كما أكدت على دعم نصر لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقاً لمرقائيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات السر وعدت التأكيد على تحييب مصر بإعلان الأمم المتحدة في الثاني من يونيو 2022 عن تنديد الاتفاق الهدنة في اليمن وتقديرنا لجهود الحكومة اليمنية الشرعية في احترام التزاماتها وفقاً لمنص عليه الاتفاق ودعوتنا لكافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لما يمسله ذلك من تطور إيجابي يمكن البناء عليه لإطلاق عملية سياسية شابلة في اليمن وأود في هذا الصدد الإشارة إلى استجابة مصر لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة بتسير أحلات طيران مباشرة بينما ترى القاهرة وصنعاء انطلقت أول رحلة منها بالفعل في الأول من شهر يونيو الجالي حيث تأتي الاستجابة المصرية تأكيداً للحس على التخفيف من معالاة الشعب اليمني الشقيق ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحي كما أعربت خلال مباحثاتي مع شقيقي فخامة الرئيس رشاد العليمي عن أن مصر لن تتدخل وسعاً في مساعدة اليمن الشقيق وأننا حريصون على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية وتقديم المساعدات الطبية والغزائية كما تنورنا في مناقشاتنا أهمية تعزيز أجو التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة وليات تفعيل ذلك ولقد اتفقنا خلال النقاشات كذلك على ضرورة تغافر كافة الجود وتكثيف العمل المشارك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومديق باب المندب والخليج العربي وارتباط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين كما تنورت مناقشاتنا كذلك خطورة أزمة خزان صافر النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه وضرورة تغافر البهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين للخطة الأممية زيادة السلة أخي فخامة الدكتور رشاد العليمي يطيب لي أن أجدد مرة أخرى ترحيبي بكم وأن أعرف عن تقديري لشخصكم الكريم معيلا للتأكيد على موقف نصر القائم على دعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها ودعم مؤسستها الوطنية الشرعية وحاسي مصر على دعم جهود تحزيز السلام والأمن في اليمن الشقيق لقد كانت اليمن دوما حاضرة زاهرة وبوابة كبرى من بوابات العروبة والحضارة الإنسانية ككل وإننا في مصر على ثقة بأن اليمن بقدرة شعبه واستنادا إلى تاريخه العريق ودعم أشقائه هنا في مصر وفي العالم العربي سيتجاوز أزمته سريعا ويعود إلى موقعه الأساسي والطبيعي مستقراً وآمناً ومزدهراً إن شاء الله